تقدم منا قبل فترة زمنية وجيزة في إحدى أوراقنا البحثية التي نعرضها إسبوعيا ضمن جلسات البث المباشر هذا الحديث الذي يرويه أهل الخلاف ويزعمون فيه أن الطاغية الثاني عمر بن الخطاب ببركته حجيب نساء النبي صلى الله عليه وآله ونزلت آية الحجاب المضروب عليهم نعيد التذكير بهذا الحديث إذ إن له ربطا بموضوعنا هذه الليلة الحديث أخرجه البخاري برقم أربعة آلاف وأربعمائة وثلاثة وأربعين بسنده عن أنس قال قال عمر رضي الله عنه قلت يا رسول الله يدخل عليك البر والفاجر فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب فأنزل الله آية الحجاب وتقدم أن لفظا آخر ورد لهذه الرواية أثبته شارح البخاري بن حجر العسقلاني في كتابه فتح الباري وجاء فيه اللفظ هكذا قلت أي القائل عمر يا رسول الله إن نساءك يدخلن عليهن البر والفاجر فلو أمرتهن أن يحتجبن فنزلت آية الحجاب شيء من هذا القبيل أيضا أخرجه البخاري في كتابه الآخر وهو كتاب الأدب المفرد ورقم الحديث هناك ألف وتسعة وثلاثين بسنده عن مجاهد عن عائشة رضي الله عنها على ما هم يقولون بطبيعة الحال قالت كنت آكل مع النبي صلى الله عليه وآله حيسا فمر عمر فدعاه فأكل فأصابت يده إصبعي فقال حس لو أطاع في كنا ما رأت كنا عين أو لو أطاع أنا في كنا ما رأت كنا عين فنزل الحجاب نزل الحجاب أي نزلت آية الحجاب التي يقول فيها الله تبارك وتعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من ورائي حجاب الآن مع التذكير بأن هذه الأحاديث بذاتها تنقض النظرية الخرقاء المسمات عدالة الصحابة لأنها تثبت أن منهم فجارا إذ يقول عمر بصريح العبارة يدخل عليك يدخل عليهن يدخلن عليهن البر والفاجر من هو هذا الفاجر إلا أن يكون منتميا لمجتمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله في ذلك الزمان مع قطع النظر عن هذا نريد أن نركز على نقطة مهمة هنا ماذا كانت حسب هذه الدعوة وحسب هذه الروايات ماذا كانت غاية عمر بن الخطاب إلى ما كان يهدف كان يهدف إلى حجب نساء النبي بحيث لا تراهن عين يقول لو أطاع في كن أي لو أطاعني النبي في كن أو لو أطاع لو أطاع أنا في كن يؤخذ باقتراحي لأن النبي ما كان عند غيره والعياذ بالله كان يترك نساءه تراهن الأعين أعين الرجال وكان يدخل عليهن البر والفاجر فعمر أخذته الغيرة على نساء النبي صلى الله عليه وآله إلى حد أنه اقترح ألا تراهن عين والشيء الذي يذكرونه أنه أثار غيرة عمر كان ماذا أن يده لمست يد عائشة في تلك المأدبة فجدا تأثر جدا تأثر قال لو أطاع أو لو أطاع في كن ما رأت كن عين فنزل الحجاب يعني الله استجاب لرغبة عمر بن الخطاب فأنزل آية الحجاب المضروب على نساء النبي صلى الله عليه وآله فتحقق هدف عمر ما هو الهدف ألا تراهن عين إذن المطلوب بناء على هذه الأحاديث وبناء على هذا التفسير للآية الكريمة وبناء على سبب النزول هذا ألا يدخل أحد من الرجال على أحد من نساء النبي على واحدة من نساء النبي صلى الله عليه وآله هذا هو المطلوب ألا تراهن عين وهذا هو معنى الحجاب طبقا لهذه الأحاديث وطبقا لهذا التفسير الواضح فإذا وجدنا امرأة من نساء النبي صلى الله عليه وآله كانت تستدخل على نفسها الرجال وتجلس معهم وتتحدث معهم وتراهم ويرونها هل يعد هذا خرقا لقانون الحجاب الذي نزل من السماء المضروب على نساء النبي صلى الله عليه وآله الجواب نعم شيء واضح المطلوب كان حسب رغبة عمر بن الخطاب التي استجاب لها الله بناء على هذا الفرض هو ألا ترى عين النساء النبي إلا اللهم في الحالات الحرجة والضرورية فلماذا إذن قامت عائشة بفتح أبواب بيتها على مصرعيها وكان الرجال يتوافدون عندها ويتحدثون معها وتخالطهم ويخالطونها حتى وإن زعمت أنهم كانوا يتلقون عنها العلم حتى إن زعمت أنها كانت تلقي إليهم شيئا من العقائد والأحكام أو تحدثهم عن رسول الله صلى الله عليه وآله هذا يعد ماذا خرقا لقانون الحجاب المضروب عليها لأننا لا نجد لا في كتاب الله ولا في سنة نبيه صلى الله عليه وآله أنه قد أوكلت إلى نساء النبي مهمة تعليم الأمة ولا جاء في آية الحجاب ولا غيرها استثناء من الحجاب هذا بحيث لا تراهن عين أنه يجوز لهن أن تراهن الأعين إذا ما كان الناس يريدون تعلم الأحكام الشرعية منهم مثلا منهن مثلا ما وجدنا مثل هذا الاستثناء الآية الصريحة تقول تقول وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِمَاذَا مِنْ وَرَاءِ حِجَابِ إِذَا لَازِمْ تِحْتِجِبْ ما تظهر أمام الناس لا تظهر فهنا يأتينا هذا التساؤل أن لماذا إذن عائشة أدخلت كل هؤلاء الرجال ثم يأتينا تساؤل آخر لأنه قد يحاول المغرم بعائشة أن يفر من هذا التساؤل الأول بالقول إنهم كانوا يدخلون وكان الحجاب مضروبا نقول لا هنا تساؤل آخر أنه من يقول أنه كان أكو حجاب مضروب لا الآن ستأتي أحاديث أنهم كانوا يدخلون ويتعاطون معها وما من حجاب بل يصل الأمر إلى أن يرواها مو فقط بلا حجاب وإنما أن يروا ما تحت الثياب إلى هذه الدرجة فكيف هذا يصير؟ الآن راح شوية أيها الإخوة أدوخكم بقائمة أعددتها اليوم لعدد الرجال الذين سجلت الأحاديث وسجل التاريخ سجلت السيرة أنهم دخلوا على عائشة ونقلوا عنها نقلوا عنها أمورا نقلوا عنها أحاديث هذا يكشف عن ماذا؟ عن أنهم دخلوا على عائشة والتقوا بعائشة هؤلاء الرجال الذين آتي بهم الآن في هذه القائمة ليسوا من محارم عائشة يعني أنا هنا لا أتحدث مثلا عن عبد الله بن الزبير مثلا أو عن عروة بن الزبير أو مثلا عن هشام بن عروة ذولا المحارم محارم عائشة ما أتحدث هؤلاء استثنيتهم من قائمتي كذلك لا أتحدث عن النساء سواء من محارمها أو غير محارمها يعني من محارمها مثلا عائشة بن طلحة مثلا من غير محارمها عائشة بنت سعد بن أبي وقاص مثلا معاذة العدوية مثلا النساء أيضا خارج القائمة لماذا؟ لأننا نقول لا إشكال تلتقي بالنساء تحدث النساء تلتقي بمحارمها تحدث محارمها هذا لا إشكال فيه لا بأس وإن كان كما قلنا لم تنط بها مهمة أن تعلم الناس يعني ما وجدنا إحنا حتى الحديث الذي يُعزى إلى النبي صلى الله عليه وآله خذوا شطر دينكم من هذه الحميراء أهل الخلاف المحققون منهم وافقونا على أن هذا الحديث مكذوب على النبي صلى الله عليه وآله هذا حديث بعدين المغرمين بعائشة وضعوا هذا الحديث لما وجدوا كل هذا التكثر الهائل في الأحاديث التي تروى عن عائشة كما قلنا بلغت حسب الإحصاءات الجديدة أكثر من خمسة آلاف وخمسمائة حديث ولما وجدوا أيضاً أنه رجال كثر دخلوا على عائشة وحدثوا عنها فقالوا لابد أنه نختلق حديثاً يصور للناس أن عائشة كانت قد أوكل إليها مهمة شرعية خاصة في تعليم الأمة يعني النبي أوكل إليها كأنها كأن النبي قال أنا مدينة العلم وعائشة بابها يعني روح طرق باب عائشة وتعلم من عائشة كأنه القضية هالشكل كأن القضية هالشكل فلذلك خمسة آلاف حديث عن عائشة أما الباب الحقيقي لمدينة رسول الله صلى الله عليه وآله فمجموع أحاديثه في كل كتب السيرة والسنان ما يتجاوز ثمانمية أيها الحدود يعني مثل ما نقلنا قبل ليالي القضية عكست أنا مدينة العلم وعائشة بابها أبو هريرة مفتاحها أي أبو هريرة مفتاحها مثل ما يقول السيد زين من هم هؤلاء الذين دخلوا على عائشة أو بالأحرص تدخلتهم عائشة مو واحد مو اثنين مو ثلاثة مو عشرة مو عشرين رقم هائل لا نكاد نجد امرأة أخرى في تاريخ الإسلام التقت بكل هذا العدد من الرجال في بيتها ولو بزعم تعليمهم الأحكام الشرعية مثلا أصلا هذا بحد ذاته مثير للريبة إلى الآن إذا امرأة تدعي أنها تريد أن تعلم الناس الأحكام الشرعية ونشوف بيتها داخلين الرجال وطالعين مننا ليل ونهار عجيب هذا الأمر عجيب هذا يثير الريبة عليكم السلام ورحمة الله فإذن القائمة طويلة أيها الإخوة ولكن لابد أن أذكرها لابد أن أنقلها لكم جميعا حتى نصل إلى ما نريد بس حتى تشوفون تمرون على هذه الأسماء وكما قلنا هذه الأسماء ليست على صلة بعائشة يعني صلة قرابة أولا كل هؤلاء الرجال دخلوا على عائشة أو حدثوا عن عائشة ونقلوا عن عائشة يعني بالنتيجة التقوا بها تكلموا معها وهذا فيه خرق للحجاب على النحو الذي فسره عمر بن الخطاب وفسره أهل الخلاف كذلك الكلام ما رأتكم نعين المسألة واضحة أولا أو واحد عمر بن الخطاب اثنين عبد الله بن عمر ثلاثة أبو هريرة خمسة عبد الله بن عباس ستة أبو موسى الأشعري سبعة أبو سعيد الخدري ثمانية عمر بن العاص تسعة السائب بن يزيد عشرة ربيعة بن عمر الجرشي حادي عشر الحارث بن عبد الله بن نوفل ثاني عشر زيد بن خالد الجهني ثلاثة عشر مسروق بن الأجدع هذا طبعا من المكثرين عن عائشة هذا مسروق يروي كثير عن عائشة أربعة عشر جميع بن عمير خمسة عشر إسحاق بن عمر ستة عشر الأسود بن يزيد سبعة عشر أيمن المكي ثمانية عشر ثمامة بن حزن تسعة عشر جبير بن نفير عشرين الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة المخزوم إحدى وعشرين حمزة بن عبد الله بن عمر اثنين وعشرين خالد بن سعد ثلاثة وعشرين خالد بن معدان أربعة وعشرين خباب المدني صاحب المقصورة خمسة وعشرين خلاس الهجري ستة وعشرين خيار بن سلمة سبعة وعشرين خيثمة بن عبد الرحمن ثمانية وعشرين ذكوان السمان أو الزيات هذا غير ذكوان مولاها مولاها هذا عبدها ذكوان يأتي في الرقم تسعة وعشرين ثلاثين أبو عمر الكندي هذا المعروف بزاذان زاذان يقال له إحدى وثلاثين زرارة بن أوفا إثنان وثلاثين زر بن حبيش ثلاثة وثلاثين زيد بن خالد الجهني أربعة وثلاثين سالم بن عبد الله خمسة وثلاثين سالم سبلان اللي مر معنا عرفتوا بعد هذا صاحبنا ستة وثلاثين سعد بن هشام سبعة وثلاثين سعيد المقبري أو المقبري ثمانية وثلاثين سعيد بن العاص تسعة وثلاثين سعيد بن المسيب أربعين سليمان بن يسار واحد واربعين سليمان بن بريدة اثنين واربعين شريح بن أرطأ ثلاثة واربعين شريح بن هانئ أربعة واربعين شريق الهوزني خمسة واربعين شقيق أبو وائل ستة واربعين شهر بن حوشب سبعة واربعين صالح بن ربيعة بن الهدير ثمانية واربعين صعصعة عم الأحنف تسعة واربعين طاوس خمسين عابس بن ربيعة واحد وخمسين عاصم بن حميد السكوني اثنين وخمسين عامر بن سعد ثلاثة وخمسين الشعبي الشعبي المعروف أربعة وخمسين عباد بن عبد الله بن الزبير خمسة وخمسين عبادة بن الوليد ستة وخمسين عبد الله بن بريدة سبعة وخمسين أبو الوليد عبد الله بن الحارث البصري ثمانية وخمسين عبد الله بن شداد الليثي تسعة وخمسين عبد الله بن شقيق ستين عبد الله بن شهاب الخولاني 61 عبدالله بن عامر بن ربيعة 62 عبدالله بن فروخ 63 عبدالله بن أبي مليكة 64 عبدالله بن عبيد بن عمير وأبو أيضا عبيد بن عمير هذا مفروض نحسبه بعد رقم أستخلي نمشي 64 نقول 65 عبدالله بن عكيم 66 عبدالله بن أبي قيس 67 عبدالله بن واقد العمري 68 عبدالله بن يزيد هذا يسمى رضي عائشة بعدين يجي اصبروا 69 عبدالله البهي 70 عبدالرحمن بن الأسود 71 عبدالرحمن بن الحارث بن هشام 72 عبدالرحمن بن سعيد بن وهب الهمداني 73 عبدالرحمن بن شماسة إلى الآن فوكس سبعين رجل دخلوا على عائشة سبعين رجل تكلموا والتقوا بعائشة 70 رجل رأوا عائشة إلى الآن بعد بعد الله يساعد نها الليلة 74 عبدالرحمن بن عبدالله بن سابط الجماحي 75 عبدالعزيز والد بن جريج 76 عبيد الله بن عبدالله 77 عبيد الله بن عياض 78 عروة المزني 79 عطاء بن أبي رباح 80 عطاء بن يسار 81 عكرمة 82 علقمة بن أبي علقمة 83 علقمة بن وقاص 84 عمر بن سعيد الأشدق لطيم الشيطان هكذا كان يقال له لطيم الشيطان لأنه كان حلق أشك المتدلي إلى الأسفل فيقولون هذا الشيطان كان قد انطى ماذا لطمة يمكن عائشة انطته لطمة فصار هكذا 85 عمر بن شرحبيل الهمداني 86 عمر بن غالب 87 عمر بن ميمون 88 عمران بن حطان تعرفوا له ما تعرفوا هذا الذي يخرج له البخاري والذي قال بيتين من الشعر في مدح عبد الرحمن بن ملجم قاتل أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول في هذين البيتين يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا إني لأذكره حينا يعني أذكر عبد الرحمن بن ملجم إني لأذكره حينا فأحسبه أو فالبرية عند الله ميزانا هل سعرفت من إين جاب هذا الحقد لعلي صلوات الله عليه من أستاذته عائشة طبعا المخالفين أم يروون هم يذكرون أنه المرأة التي غيرته أو جعلته يحقد على علي إحدى زوجاته تزوجها وكانت خارجية فصرفت رأيه وصار خارجيا ولكن أنا من واقع خبرتي إنجاز التعبير بأمثال هذه الأمور أعرف أنه لا البذرة بذرة الحقد عند عمران بن حطان من عائشة يعني شنو تتوقع امرأة يشوفها مثلا أو يبلغه عمران بن حطان أنه سجدت شكرا لله يوم بلغها نبأ مقتل أمير المؤمنين صلوات الله عليه طبيعي بعد وهي أستاذته وعادة التلميذ يأخذ صفة وتوجه الأستاذ تسعة وثمانين عوف بن الحارث هذا هم يسمى رضي عائشة يجي يجي إن شاء الله تسعين وصلنا إلى رقم تسعين عياض بن عروة واحد وتسعين غضيف بن الحارث اثنين وتسعين فروة بن نوفل ثلاث وتسعين القعقاع بن حكيم أو حكيم أربعة وتسعين قيس بن أبي حازم خمسة وتسعين كثير بن عبيد الكوفي هذا هم يقال له رضي عائشة ستة وتسعين كريب سبعة وتسعين مالك بن أبي عامر ثمانية وتسعين مجاهد تسعة وتسعين محمد بن الأشعف مئة وصلنا إلى رقم مئة محمد بن زياد الجمحي مية وواحد ابن سيرين مية واثنين محمد بن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام مية وثلاثة محمد بن قيس ابن مخرمة مية واربعة محمد بن المنتشر مية وخمسة أبو لبابة مروان العقيلي عفوا أبو لبابة مية وخمسة لازم نخليه يصير مية وستة مروان العقيلي أو هو لا نفسه عفوا هو هذا أبو لبابة مروان العقيلي مية وستة مية وستة مصدع الأسلمي مية وسبعة مطرف بن الشخير أو الشخير مية وثمانية مقسم مولى بن عباس مية وتسعة المطلب بن عبد الله بن حنطب مية وعشرة ميمون بن أبي شبيب مية ودعش ميمون بن مهران مية واثنعش نافع بن جبير مية وثلاثة عشر نافع بن عطاء مية واربعة عشر نافع العمري مية وخمسة عشر النعمان بن بشير مية وستة عشر همام بن الحارث مية وسبعة عشر هلال بن يساف مية وثمانية عشر يحيى بن الجزار مية وتسعة عشر يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب 120 يحيى بن يعمر 121 يزيد بن باب نوس 122 يزيد بن الشخير 123 يعلى بن عقبة 124 يوسف بن ماهك 125 أبو أمامة بن سهل 126 أبو بردة بن أبي موسى 127 أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث 128 أبو الجوزاء الربعي 129 أبو حذيفة الأرحبي 130 أبو حفصة هذا مولى عائشة عبد لها كان يقال له أبو حفصة 131 أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف هذا حفظه شوية اسمه أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف لعن الله والدا ومن ولد هذا إلنا شغل وياه في هذه الليلة عدنا شغل وياه هذا حفظه اسمه هذا بالرقم 131 132 أبو الشعثاء المحاربي 133 أبو الصديق الناجي 134 أبو ظبيان الجنبي 135 أبو العالية رفيع الرياحي 136 أبو عبد الله الجدلي 137 أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود 138 أبو عثمان النهدي 139 أبو عطية الوادعي 140 أبو المليح الهذلي 141 أبو نوفل بن أبي عقرب 142 أبو يونس 138 أبو عزيمة ضيفة بن 7 149 أبو تشعر تجدونه لامرأة أخرى كل هؤلاء الرجال رأتهم جالستهم حدثتهم تكلمت معهم ونقلوا عنها ليش بقية أزواج النبي صلى الله عليه وآله موها كذا ليش لماذا بقية النساء الصالحات المؤمنات ما اختلطنا هكذا بالرجال حتى إذا حدثت واحد اثنين ثلاثة ففي مواقف محدودة في مواضع أيضا خاصة ودون أن يكون بيتها أشبه بفندق للرجال جايين وكل شوية واحد داخل للبيت وياليت بالنهار حتى بالليل هذا سيأتي فيما بعد سيأتي أنه بالليل كانوا يباتون عند عائشة فيجنبون يجنبون كانوا في بيت عائشة أجلكم الله وكانت عائشة تعلم بعضهم غسل الجنابة هذا هو ما هو الداعي لدخول كل هؤلاء الرجال على عائشة مية واثنين واربعين رجل على الأقل على الأقل أيها الإخوة لأنه ربما أفلت مني بعضهم ولا شك أفلت أنا أعلم إذا واحد يروح وراء القضية يحقق جيدا يوصل إلى أكثر من هذا الرقم يوصل مثل ما قلت لكم كانت تصور سابقا أن عدد أحاديث عائشة لا يتجاوز الألفين ومئتي حديث إلا بقليل الإحصاءات الجديدة محققين جدد وصلوها إلى خمسة آلاف وخمسمائة حديث فبالنسبة إلينا كذلك إحنا بجهدنا المتواضع والسريع هذا اليوم وصلنا القائمة إلى مية واثنين وأربعين غيرنا يمكن الله العالم وين يوصلها إذا واحد يغوص في القضية نريد أن نفهم ماذا كان يصنع هؤلاء عند عائشة ولماذا أصلا كانت تتعاطى معهم ألستم تروون يا أهل الخلاف في صحاحكم أن عمر إنما كان يزعجه هذا الموضوع أن الرجال يدخلون على نساء النبي ويجلسون مع نساء النبي وفي الرجال بر وفاجر وهو تأذى من أنه جلس بقرب عائشة والرسول صلى الله عليه وآله موجود موجود كان وعلى أساس وعلى أساس يتغدون معا ويعني اتفاقا هكذا أو صدفة وقعت يده على إصبع عائشة فتأذى هذا ما كان ينكره عمر وأنتم تزعمون أن الله عز وجل استجاب لعمر فأنزل آية الحجاب حتى يفرض على نساء النبي ألا يتعاطوا مع الرجال فهذا الذي أنكره عمر صنعته عائشة فيما بعد حتى بلغ الرجال الذين دخلوا على عائشة ما لا يقل عن 142 رجل 142 رجل ترجمة نانسي قنقر